يبدأ كان كلام الكابتن أحمد شبير على استفتاء عودة رمضان صبحي من جديد إلى النادي الأهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها عن قصة عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي باستفادة كاملة وأسباب رحيله وأسباب عودته والاستفتاء اللي أدمه الكابتن أحمد شبير لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة في بداية الأمر كده بحب أشكر كل الناس وكل الأصدقاء اللي اتدعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من متابعينا ومشاهدين ففضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس وعلشان كل جماهير النادي الأهلي تشوف الفيديو وتعمل الاستفتاء على الفيديو وهل تؤيد عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي من جديد ولا لا في بداية الأمر كده كلنا عارفين قصة رمضان صبحي وقصة رحيله عن النادي الأهلي النادي الأهلي يا جماعة محدش يفكر معاه لو عايز طموح دور على النادي الأهلي لو عايز فلوس دور على النادي الأهلي لو عايز شهرة وجماهير دور على النادي الأهلي لو عايز تروح منتخب مصر العب في النادي الاهلي حد يقدر يقول لي في حد يسمع عن رمضان صبحي دلوقتي لو حتى في طبق اليوم خلينا نكون صرحة واقعيين مع بعض رمضان صبحي موهبة من افضل المواهب اللي موجودة في الكرة المصرية ولكن الوسواس الوسواس شريف اقرامي بعد رحيله من النادي الاهلي هو اللي ضمر مستقبل لعيبة كتير جدا 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 كانت ريحة وكانت معروفة في النادي الاهلي وكانت تتمنى تختم حياتها في النادي الاهلي طبعا بحب يعني بحكم ان شريف اقرامي نسيب رمضان صبحي طبعا رمضان صبحي عقلية اطفال وليس عقلية لاعب كورة محترف والله العظيم زي نقول لكم كده عقلية رمضان صبحي عقلية اطفال لانه لو بيفكر كلاعب محترف وكراج اللعيب كورة وبيفكر بجد بجد رمضان صبحي ما كانش يسيب النادي الاهلي ولو بملايين الدنيا حضراتكم لو تفتكروا رمضان صبحي كان جاي من استون فيلا الانجليزي اعارة لمدة موسي رمضان صبحي لعب ست شهور في النادي الاهلي وبعد كده جات كورونا لو تفتكروا رمضان صبحي فضل يقبض من النادي الاهلي اكتر من اربع شهور وهو مصاب ومرتبه ماشي وفي الاخر ناكر للجميل رمضان صبحي كان من افضل اللعيبة في الخط الاماني للنادي الاهلي وكان من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر وفي المنتخب الوطني في الفترة اللي كان بيلعب فيها في النادي الاهلي وحضراتكم كلكم عارفين الكلام ده كويس رمضان صبحي النادي الاهلي حاب يشتريه وانت حضراتكم اكيد عارفين الكلام ده حاب يشتريه من استون فيلا الانجليزي ويوقف وخلص مع النادي فباقي رمضان صبحي عشان هنا بقول لكم هنا في وسواس شريف اكرامي تواصل مع رمضان صبحي تواصل مع رمضان صبحي من اجل الانضمام الى بيرامدز ولو تفتكروا ان بيرامدز تم تأسيسه في مصر وبقى بيتصرف عليه اموال طائلة من اجل منافسة النادي الاهلي فقط لا غير من اجل منافسة الاهلي النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كان بيتعاقت مع محمد رضا بوبو لو تفتكروا وكان بيتعاقت مع رضا سليم هنا في الفرق بين لاعب يشتري نادي ولاعب يضيع نادي من ايدي محمد رضا بوبو للأسف الشديد ايضا هي عقلية زي عقلية رمضان صبحي اختار المال والجاه ولكن لو قاعد يحسبها مع نفسه دقيقة واحدة وافتكروا اقرب واكبر مثال في النادي الاهلي مروان عطية مروان عطية لما كان بيلعب في الاتحاد السكندري ما كانش حد يسمع عن مروان عطية نهائيا مروان عطية من ساعة انضمامه للنادي الاهلي اصبح اساسي اصبح مروان عطية اساسي في المنتخب الوطني تخيلوا شفتوا الفرق بين الاهلي وبرامتس يا جماعة الاهل والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ولكن من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الاطلاق رمضان صبح لن يعود الى النادي الاهلي ولو بملايين الدنيا ولو هيلعب ببلاش رمضان صبح لن يعود للنادي الاهلي من جديد حتى لو هيدفع فلوس للنادي الاهلي رمضان صبح قدم اعتذار مرة واثنين وثلاثة لمجلس ادارة النادي الاهلي من اجل العودة من جديد الى النادي الاهلي ولكن اللي ايه يعني في مثل بيقولك ايه يعني ما تعرفش قيمة أمك غير لما تيجي مرات أبوك أو رمضان صبحي أخذ بالمثل ده ما عرفش قيمة النادي الأهلي ولا قيمة تيشيرت النادي الأهلي ولا قيمة جماهير النادي الأهلي ولا قيمة بطولات النادي الأهلي غير لما جرب مرات أبوه غير لما جرب بيرامتز رمضان صبحي ما فأش النفس ولا عرف الحقيقة غير لما جرب موسم واثنين وثلاثة في بيرامدز رمضان صبحي كان فاكر ان النادي الاهلي هينهار رمضان صبحي كان فاكر ان النادي الاهلي مش هياخد بطولات من بعده للأسف الشديد الاهلي فاز بثلاثة دوري ابطال افريقيا بعد رحيل رمضان صبحي فاز بثلاثة دوري ابطال افريقيا وانتو عارفين كده كويس ولكن اللي يمشي ورا كلام الناس يستاهل الضرب على دماغه وهي دي فعلا رمضان صبحي ما نكرش ان انا بحبه جدا وانا واحد من الناس اتمنى عودته للنادي الاهلي من جديد ولكن دي قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي يخرج من النادي الاهلي لازم يخرج بشكل جميل طب ما كل اللعيبة بتحترف طب محمد فتحي ميشي طب محمد شريف ميشي طب محجازي ميشي تم فلان وفلان وفلان ميشي دي لعيبة لو خبطت على بوابة النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات هتتفتح البوابة ليهم على مصر عيها ولكن ليه رمضان صبحي عمل كده رمضان صبحي طلع في احد البرامج قال انا بدور على طموح جديد يا راجل يا راجل الدين عقلك هو فيه طموح بعد النادي الاهلي هو فيه شهرة بعد النادي الاهلي هو فيه فلوس بعد النادي الاهلي ولكن السؤال لرمضان صبحي هل الفلوس نفعتك هل الفلوس فادتك ضيحت تاريخك اللي انت ما كنتش لسه بنيته ضيعت موهبتك اتفرجوا على رمضان صبحي في بيرامج اقسم بالله الوقت الحالي ما بيعرف يلم كورة رمضان صبحي اللي كان من احرف اللعبة في مصر يا بل كان احرفه دلوقتي مش عارف يلم كورة رمضان صبحي مش لاقي نفسه في بيرامج تخيلوا تخيلوا الوضع اصبح عامل ازاي مع رمضان صبحي ودلوقتي جاي عايز يرجع من جديد للنادي الاهلي وفيه توسط من الكابتن اكرامي لرمضان صبحي ان هو يرجع للنادي الاهلي من جديد بس الكابتن الخطيب هيوافق تب لو الكابتن الخطيب وافق هل جماهير النادي الاهلي هتوافق على عودة رمضان صبحي من جديد للنادي الاهلي ده اللي أنا عايز أعرفه من حضراتكم في التعليقات يريد ترد على سؤال الحلقة هل توافع على عودة رمضان صبحي ولا لا يريد فضلا وليس أمرا اعمل لايك علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس علشان كل جماهير النادي الأهلي كل جماهير النادي الأهلي تعمل استفتاء على السؤال ده وتقول وجهة نظرها ورأيها بشكرك يا صديقي إن انت كملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير فحلقة جديدة مع السلامة